سلام سلام حبوباتي وشارككم شاء الله تكونوا بخير كامل ومهنيين يا دراء كميت الحلوى ولا مازال يا دراء عيته ولا مازال المهم حبيبات قلبي زراش انا رجعت لكم في فيديو كما راكوا تشوفوا بحلوى راقية حلوى بنينة حلوى لما تخطينيش انا في العيد كل العيد لازم ندرها ولكن يعني نبدي الغير في الحشو اديلها كما اشتو العام اللي فادرتها بالحشو موس الجوزية هاد العام راح ندروها بلا قناش و لبلا موس موس و شوكولة بالجي بنا في بنا حبيبات قلبي خاصة اني محبي الشوكولة كما راكوا تشوفوا يعني دعوا بخيزنة بالشابين بنين سهلين وشوكولكم بالصح ماشي كامل الناس اللي يعني اللي تنجح لها الوصفة ولا يعني اللي يحبوا يديروا هاد الوصفة اللي انا يعني اللي عجينة جيه شيشة جيه شوية فخاجيل دونك يتكسرو بصح يعني ديما انا هاد الوصفة ما نخطيهاش ديجا نو كانتو روحوا لفيديو تاعلي عامل فاتل قول نفس الوصفة نفس المقادر الجام يتخطيني شوفوا قبل ما نتخلف الفيديو نقولكم كامل 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 حبيبات قلبي نصلوا ونسلموا على حبيبنا محمد عليه الف صلات والسلام وثانية نقولكم يلا ما تبخلونيش بهذا كل الجام حبيبات قلبي لانه يعني هاد الياه متر والله غير راكوا يعني تنسوا هاد الوصفة اه دونك خلووا لي هادك البصمة ديالكم خلووا لي التعليق يا بارتجوا القناتك ديباش تكبر لما دينا لاني نداله ماكسيموم نجيب لكم يعني نشارك معاكم الوصفة نشارك معاكم نعطي لكم ديزيدي يلا هنتو ما ولا ولا ما ما ماستاهلش يعني هادك البصمة يلا حبيبات قلبي يلا هنا كما راكوا تشوفوا راح نضيع اكتمهم باش نندر الوصفة انا راح انا هنا اندرت 500 قبل صح راح نعطي لكم المقادر ب250 كرام يعني انا حبيت ندر كمية بس بها يحبوا كامل هاد الوصفة الحلوة العامل فاتلت 250 كرام يعني فينا الماء يعني لاخر كخلاص يعني مشبع هاش شوفوا عندنا 250 كرام ماركارين عندنا ربع مغارف سوكي غلاس عندنا مغيرفة مايزينة مع زوج حبات البيت نخلطوهم هكدا مع بعض اه ونلموب بالفارينة فلا انا الخميرة ماكاش الهنا ليحبوا يدروا انا حبيت ندر ذوق الشوكولة دونك الزيت مغيرفة ولا زوج كاكاو هذا مكان نعود لكم الوصفة 250 كرام ماركارين اربع مغارف سوكي غلاس مغير فاميزينة معه جوج حبات البيت ونطمو العجينة بالفارينة قلت لكم اللي يحبوا يدر العجينة بذوق الشوكولة يدر يعني مغيرفة تعلو كاكاو بعد نطمو العجينة ديالي كما راكو تشوفوا من بعد نخليها هكدا تروبوزي ونحلها من بعد ونجيب لليتوب ديالي لتونيل ديالي هكدا هدو كلمت على السيجا نحل كامل هكدا ندير هكدا الأشريطة لحسب الطابعة ديالي وندور شوفوا هنا واش نقولكم ما ديروش العجينة ديالكم رقيقة خلاص لانه ما فيهاش الخميرة هكدا هكدا باش تتفادوا هدوك ما يكسروا القومش ثانيا كي تديروا هدوك في التونيل هدوك تعال السيجا لازم تنحيو هدوك في الكوتي لازم هدوك الحديد يبن باش يسهل عليكم العملية كيفاش تنحوه تديمووه ابخي كيتب بلا وثالثا لازم كي تدوروا ما ديروش دورة ولا دورة ونص ديرو الزوج دورات الدورة اللولا كبلوها من بعد زيدو الدورة ثانية باش تقطعوه بلا من بعد هكدا تزيدو هكدا يتدورو هكدا شوفوا الفيديو راهي يوضح لكم يعني بادق التفاصيل لانه قد ما فهمتكم اكدا بالكلمة يعني ما تفهموه اش ولا كين لازم تتبعو الصورة باش تفهموها اكتر يعني شوفوا انا اسهل حلوة اللي نحب ندرها هادو ما بعد نعمر سنوا ديالين حطهم يتيبو هنا بعد ما تابولي شوفوا هنا كيفاشترت يعني راح نبوسي بركة دكتوني اللي تنحب لعقة ولا كين لازم تخلوهم يتدفو شوية ماشي يعني يبردو يدفو شوية لانه يعني لو كانت الحومك دكتوني نحن رايحين تكسروا وتعني تكسروا كم لانه يتدفو يكون سهل هكدا باش تنحول فلا لانه سندموليتهم كمية اللي على العجينات هي بتكون لاش وعنا جيد هكدا باش نوجد لغاناش اديالي ولا لاموس وشوكولات اديالي تصدقوني حبيبة قلبي بنا فوق بنا صراحة هنا اخذت 500 جرام شوكولات بذوق القهوة هاديك بلا هنا تقدروا مبساط دور تقدروا اي شوكولات انا انا كنت عندي التاج مقدرتها اصدقوني جات من اروع ما يكون بنينة شوكولات التاج انا اعجبتني بنينة بالبزر نزيد لها جوج مغير فو نص ماري قريم نحطها داخل ميكرونت باش يدبلي ولا على حمام مائي فلا نفيجي اوحد وخالتاني تراح ندير 500 جرام كريمة السائلة الخاصة بالحلويات ونحتها فوق النار حتى تغلي يعني حتى توصل تسخن توصل لدرجة الغلايا نعود لكم عندي 500 جرام شوكولات مع زوج مغير فو هكذا مارغاري نحطيتم داخل ميكرونت حتى تدبلي هنا كما راكو تشوفوا نحطيت 500 جرام كريمة سائلة فوق النار حتى تغلي هكذا تسخن يعني تغلي من بعد نحيها ونفرغها فوق هكذا الشوكولات اللي كانت دابوتو سخونة يعني لازم يكونوا للزوج سخونين كشوكولات ك الكريمة السائلة ونقعد غير ندور نحرك هكذا حتى يعني يتخلطوا لي مليح مليح ويعني نحطوهم في الفريجي دا باج يبرد المليح ويتمسك لي مليح يعني هنا هي هدي هي لغاناج يعني لغاناج جيانا عالمان يعني نديروا قيس الشوكولات هو قيس الكريمة ننخلطوا هكذا مليح حتى يتخلط المليح هكذا الخالد ونغلفوا هكذا بالباب في فهم ونحطوا داخل في خيجي دا كما قلت لكم هكذا باش يبرد لاشوفو نحطوه مينموم هكذا الساعة أنا صراحة ما نكتبش عليكم قدرتوه في الليد باش غضوة من تك الصباح يعني نكمل نكمل الخدمة ديالي وإلا يعني لقدرتوها الصباح ما على شيخ رفضوها المهم هكذا الساعة لازم تحكمل روحها يعني دوك تشوفو كيفاش تولي يعني تحكمل روحها كتر و أكتر باش هكذا باش من بعد نزيد ونطرعوها أكتر هكذا هادي هي حبيبات القربي نحطوها في الفريجيدا وهنا بعد ما ما نشفتلي شوفو كيفاش حكما روحها هنا راح نجيب لبول أبيتخان ديالي راح نحكا من هادي شوفو ما نقدش مين با نحيه بلا ماريز لازم لي المغرفة تعل حديد ولا تعل حطب نحييها هكتان حتى داخل أبيتخان ديالي من بعد راح ندربها ندربها حتى تولي تتلقى روحها وذي تطلع وتولي لي هكذا كما الكرام شانطية وهنا انا خيارت نزيد لهكذا قسم نصف كس وكس فنجل هكذا صغير بودرت شانطية باش يعني هكذا شوية زكية هلا ونطلعو هكذا هنا اللي ترجع غاناش مونتي ولا يعني عندها ذوق تعلاموس وشوكرا صدقوني بتجيب بنينة بنينة بالبسف شوفوا كي كتل قطروحها كيف شرطعت شوفوها يعني 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 تسهل الخدمة وبنينة نأكد لكم على البناء فلا هم لك هذوك اللي تيوب ديالي ولا السيجار ديالي بعد ما طابو درت هذيك لاموس داخل الابوشادوي ديالي ونبدأ نبدأ هكذا نعمر هذف هذوك لسيجار ديالي يشوفوا يعني ما لازم شكام ندروا لفقس انه يتكسروا غير هكذا بالعقل نعمروهم لازم ندخلوا بيان لابوش ونبوشيوا بيان زيروا باش يتعمروا لنا من في الوصف فلا هكذا حبيبت قلبي هكذا اللي نكمله كامل الكمية هكذا من بعد فيجي وحد دخل انا كنت سخنت شوكولات كنت احتيت شوكولاتان باش يدو بلي على حمام مائي هكذا باش نروح ديالي ماء يعني انقلاسيهم و هكذا انقلاسيهم هكذا باش يكونوا خلاص وجدوا يعني يشوفوا العملية السهلة صدقوني ولا غير السهلة لا يجب ان يكونوا بارك الواحد يجب ان يقلق لازم تكونوا بيان لا تكونوا مقلقين لازم تكونوا بيان سنواركو رايحة تقصروا الكم ويعني تغنقوا كامل في الكوزينة هنا بعد ما كملت مسحت كامل فالكريمة الكريمة اللي خدشت لها في الكوتين زيادة وانا اجبت لبابي كويسان باش نبدأ نضع لهم الشوكولات ونضع لهم فوق البابي كويسان باش ينشفوا ليبيان انا الشوكولات نضربها لحمة مائي نضرب لها 3 مغارف زيت لحسب الكمية على الشوكولات انا نضرب 3 مغارف زيت 250 جرام شوكولات انا دوبت 500 جرام نضرب 5 مغارف زيت تقضطه حتى 6 سبعة وما يصل له صراحة حتى نضرب نضرب فوق الفرشتة ونضرب ونضرب بابي كويسان كما سترون من بعد هنا اتزين قلت ان ترغير هكذا حبيبات على الوز وقعدوا في العجل من بعد دوتو مكدا في الوز من بعد لقيت بلي كنا نضرب من مكدا من مكدا مكدا ونضرب الوز ونضرب الوز ونضرب هنا بعد تفكر هذه الحلوات التي كنا ناكلها بكري بلانوات كوكو الداخل بلانوات ونضرب من بعد هنا جبت بعد ما شاهدوا نشاهدوا هكذا هكذا نشاهدوا جاو شابين كيوتيين وتاني بريزنتان من بعد نضرب داخل ونشاهدوا فوق الطباق صراحة كما نقول لكم جا يعني جت الحلوة بنينة بنينة بل بزاف يعني بنينة وشابة دوزونا وتانيت انا الولاد لغير فرحوا وكيشافوا ندرتها خاصة يعني المحبين شوكولات شوكولات فوق شوكولات فعلا انا هكذا لنكمل كامل الكمياء اللي عندي وفي الاخير املك في الطبق تقديم كيفاش خرجو تخرجو الشابين صراحة انا في اللي قوتيت واحدة صراحة لغير جت بزاف بنينة صراحة وتانيت المحبين هكذا شوكولات لا مستهنة الترتاب شوكولات لذلك ما كانش كامل بزاف ما جاوش حلوين كنتشوفوا هكذا الشوكولات تقولوا بزاف حلوة هذك الحلوة ولكن هذي ما جاوش كامل حلوين لذلك هذي هي الوصفة نتمنى برك تكون نالت اعجبكم نتمنى الوصفة اللي جبتكم هذ العام يعني مادتش بزاف حوالي جاني قلتها لكم نتمنى اعجبكم ولا اعجبكم ما تنسونيش بالجيم وكومنتر 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 نفكركم لماذا لا اشتركتش نقلها اشترك وفعل الجرس كيف يكون منحة فيديو توصلك كل جديد وكومنتر من العائلة سارة شانال نتمنى برك في هذا الرمضان كنت في المستوى في أعلى حسنة لكم نقلكم برك تهلاو في روحكم السلام